اشتركوا في القناة واطيب التمنيات بهذه المناسبة العزيزة معبرين عن بالق الفخر والاعتزاز بما حققته المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى من إنجازات شاملة ورائدة في جميع المجالات والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة ومتقدمة بين دول العالم مشيدين بالجهود الطيبة لجلالته من أجل الارتقاء بعلاقات المملكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة وترسيق مواقفها المشرفة في المحافل العالمية ضارعين إلى الله جل جلاله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على جلالته مفور الصحة والسعادة والعمر المديد لموصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر وقد رحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة في هذه الذكرى المجيدة واستذكر جلالته في هذا اليوم التاريخي الوقف الوطني الصادق والمشرف لشعب البحرين الكريم والتي جاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين بإجماع غير مسبوق جسد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري مؤكدا جلالته أن ثوابت ميثاق العمل الوطني بروحها المتجددة ورؤيتها الواعدة ستظل دافعا للمزيد من البناء والتطوير وتعزيز دور المؤسسات التشريعية وفتح آفاق أرحب للمشاركة الشعبية وفق نهجنا الديمقراطية المتطور وذلك من أجل خير البحرين وشعبها العزيز ومستقبل أجيالها مضيفا جلالته رعاه الله أننا ماضون بعون الله على طريق العمل والإنجاز ومواصلة النهضة التنموية نحو بلوق أهدافنا لتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم المتقدم وتلبية تطلعات المواطنين لمزيد من التطور والتنمية معربا عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على الصعود كافة وأكدا أن المواطن البحريني سيظل دائما محور التنمية الوطنية وغايتها الأولى